اشتركوا في القناة ورحب جلالة الملك المعظم باخيه جلالة العاهل الاردني شاكرا لجلالته تلبيته الدعوة للمشاركة في هذه القمة العربية التاريخية فيما اعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على كرم الضيافة وطيب الوفادة وحفاوة الاستقبال وعلى التحضيرات والترتيبات المتميزة لانجاح القمة العربية واستعرض جلالتهم خلال اللقاء اوجه العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيز وتنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات واكدا اعتزازهما باواصل العلاقات الاخوية الراسخة التي تجمع بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها وتوسيع افاقها بما يعزز مصالحهما المشتركة كما اعرب الجانبان عن تمنياتهما بان تسهم القمة العربية في تعزيز التضامن العربي وتقوية العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات والنهوض بقدرات الامة العربية ودفع عجلة التنمية في الوطن العربية لتحقيق تطلعات البلدان العربية وشعوبها الشقيقة في مزيد من التقدم والنماء وفي هذا السياق اثنى جلالة العاهل الاردني على المواقف العربية الاصيلة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودورها المشرف في دعم القضايا العربية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك وبمواقف جلالته الحكيمة تجاه قضايا المنطقة كما بحث العاهلان التطورات الجارية في منطقة الشرق الاوسط والمساعي المبدولة في سبيل التوصل للوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة والاستجابة للأوضاع الانسانية في القطاع الى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الاحداث على الساحات الاقليمية والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها واكد على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر تحقيقا لمصلحة البلدين وخدمة للقضايا العربية ترجمة نانسي قنقر